علامات استفهام رسمها الموعد النهائي الذي حددته محكمة العدل الدولية لتقديم كل من هولندا وكندا المذكرتين القانونيتين في إطار القضية التي رفعتها الدولتان ضد الحكومة السورية بتهمة انتهاك اتفاقية منهضة التعذيب في شباط فبراير 2025 موعد تسليم دمشق لمذكرتها المضادة بعد عام كامل الكثير من التساؤلات أثارها قرار محكمة العدل سواء ما يتعلق منها بالتاريخ أو حول الجدوى المنتظرة من هذه الدعوة وتأثير قرارها على الشعب السوري وخاصة ذوي ضحايا التعذيب ووفقا للشكوى المقدمة من البلدين فإن التعذيب في سوريا منتشر ومتجذر ومستمر ويتحمل الضحايا آلاما جسدية ويعانون جراء أعمال التعذيب بما في ذلك المعامل السيئة في الاعتقال والاعتداء الجنسي كما أشارت الدولتان نقلا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن عشرات الألاف ماتوا أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب المحكمة قالت إنه يجب على سوريا أن تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة واتخاذ إجراءات فعالة لضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها هذا واستمع قضاة المحكمة الدولية خلال تشرين الأول أكتوبر العام الماضي إلى شهادات معتقلين سوريين سابقين تحدثوا فيها عن عمليات اعتداء جنسي وتشويه وطرق عقاب موحدة وطلبت المحكمة على إثرها من الحكومة السورية بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وذلك في أول قضية أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الحكومة السورية خلال فترة الصراع الذي بدأ عام 2011